بسم الله الرحمن الرحيم ده الدرس الواحد وعشرين من كورس Problem Solving Using Math أو حل المشكلات الرياضية المستوى الأول جزء المعادلات الجبرية والقصية هنحل النهاردة مسألة جميلة جداً والمسألة دي هتفتح لنا الباب لعالم تاني خالص هنخش فيه من المسائل نوعية جديدة من المسائل هبدأ معك النهاردة بأفسط حاجة ممكنة فيها وهبدأ أدخلك فيها واحدة واحدة لحد ما نعملها سلسلة منفصلة بإذن الله وهي أن أشرح لك في يوم الأيام يعني ليس بالقريب هنشرح لك النظريات الأعداد أو Number Series إن شاء الله لما يأتي وقتها هبقى أشرحها لك فلما يأتي وقتها بإذن الله هبقى أشرحها لك وأشرحها لك وأشرحها لك خصائص الأعداد والحاجات البسيطة اللي في الأول زي قابلية الإسمة والكلام ده كله وده ناس بسيدرسوا أصلاً في دول تانية في المقررات لكن احنا عندنا في مصر ما أظن شنو مرة عليك خالص في الدراسة الحدد لقتي لحد ما أنت في في لحظاتك الحالية سواء في كلية هندسة أقولها ثانية أعداد أي أن يكون بص أنت ممرش عليك فأنا أحاول أشرحها لك بإذن الله قدام أو أحلها معاك وأشرح لك مسألة بمسألتها حسب مقرر بإذن الله لكن دعنا نحط هذه المسائل مع المعادلات الجابرية والقصية لحد ما ربنا يا فرجا المسألة النهاردة بتتكلم عن إيه بسيطة جداً 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 ولكن هتدي لك لمحة كده عن طرق الحل طرق الحل اللي بناخدها أن تشوفها كنت أتوفر عليك وقت الأعمل من كيفية ؟ أريد زوجة قيمة المعادلة الآتية أو الشكل الآتي أريد زوجة قيمة هذا الشكل الآتة رقم مقوناً عبارة عن كم خانة ثلاثة 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 مئة مرة مئة ثلاثية يعني مئة رقم ثلاثة جماع بعض مئة خانة مئة ديجت فيها ثلاثة تلاثة لحد مئة مرة هل رقم كبير ؟ كبير جداً 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 فوق ما عليك تتصوره هذا الرقم لا يمكن قراءته أساساً، حلو؟ هو لا يمكن كتابته، لكن لا يمكن قراءته كبير جداً تربيع، شاهد لما يتربع أيضاً، سيبدأ عمل كيف؟ زائد أربعة، 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 مئة أربعة أية جميعاً، لكل تربيع أريد أن أطرح من المجموع التي تلتينه لها بعض، أطرح منه خمسة، 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 الحاد مئة خمساية لكل تربيع نتج العملية سيبقى كيف؟ إذا كنت ترى أن الطرق الحل لا يوجد لازمة، فأنا أطلب منك أن تحلل هذه المسألة لأنها ستعرف أن تحلها بمخرج، ولا بالأدل الحسبة، ولا بأي شيء غير أن تحلها بالطرق التي سنقولها اليوم طرق رياضية معروفة بخطوات مرتبة ومنطقية، كما أقول لك كل مرة فهنا ستأتي فائدة Problem Solving، حل المشكلات يبقى حل المشكلات يساعدك أن تحل حاجات صعبة جداً أن تحلها بمانوالي، بالإيد الطبيعية كما ترى معنا في المسائل التي فاتت فأنا أريد أن نوجد الناتج، ستجد الحل المكتوب هنا بالتفصيل الممل، تقدر ترجع له، ونحلها هذا الوقت على البورد طيب، أنا لدي مئة خانة من الثلاثات تربيع، زائد مئة خانة من الأربعات تربيع، أريد أن أطرح منهم مئة خانة من الخمسات تربيع الناتج يبقى كام؟ طيب، ببساطة جداً أنت محتاج تبص تعمل فوكس على أي وآي رقم من ذلك ونبدأ أن نحلله بشكل يوصل لنا الثلاث أرقام دول لحاجة واحدة، لحاجة قريبة من بعض عشان نقدر نجري عليهم نفس العملية، أنا لا أستطيع أن أجمع وطرح بسهولة كده، غير لو في حاجة مشتركة فأنا مئة في المئة في شيء مشترك بين الرقم ده والرقم ده والرقم ده تعال نشوف، أنت عينك أول ما تشوف، هذا سنتعلمه مع الوقت، هذا اللي أنا أحاول أقول لك النهاردة، ودينا معلومات وخبرة فيه عينك نفوت خطوط حاجة عندما تجد رقم 3R3 وهناy44R5 الرقم يتم خ PGP크� είναι ما بين همم you فماándone هناك عملية تكرار، وهي أرقام تكرر في الثلاث فأنا محتاج في العلاقة، هم شrors المشترك عن هذا الرقم أو هذا الرقم ماهيه هم شves wanted at a row حسناً— قاله، أعطائي عادة إنه شخص أرقتي على جميع هل قلت cége going 3 في 1 هل يجلب jug 3؟ ثلاثة في وحدين أريد أن أرى هذا العدد في هذا العدد في الـ تهدي فبالنظر أن ثلاثة في واحدين يضح لك ثلاثة في وحد جزء ويضح تسلي فاهم أي أيها من علم فلتقه عارف ذلك حلو؟ إذا لقد قلت ثلاثة في ثلاثة وحايا يعني 111 يضح لك ثلاثة في الثلاث مرات وخانة العشرات ستتضعف أخرى فى ثلاث مرات في ثليا ثلاث مرات وخانة الأحدى تشتري في ثلاثة تبقى ثلاثة عندما ندخل في قابلية الإسمة و أشكال الضرب سأعلمك كأن هذا قواعد سبتها بإذن الله عندما يأتي وقتها لكن الآن أنا أقول لك أنه يمكن أن يجب الملاحظة العادية خالص ثلاثة في أربعة وحدة ستجد خانة عشرات الألاف ستتضاعف ستكون ثلاثة أيضاً وخانة الألافات هي أيضاً تتضاعف وخانة العشرات ستتضاعف وخانة الأحد هي أيضاً تتضاعف ستتضاعف بثلاث أضعاف ثلاث مرات ستجد النتج ثلاثة أربعة ثلاثات ولو عملت كده مئة واحد جميعاً ستجد لك ثلاثة متكررة مئة مرة يبقى هذا الشكل عبارة عن إيه؟ عن ثلاثة في واحد 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 مئة مرة ماذا عملت كده؟ لكي أستطيع أن أقوم بعمل نفس الكلام في دي وأستطيع أن أقوم بعمل نفس الكلام في دي فأصلت إلى الشكل المتكرر في كورو وهو الوحاية طيب تعال بقى بالروحة كده اكتب لي كل واحدة من دولة على الأحدة ثلاثة تلاثة 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 لحد مية مرة مية نمبرز مية دي جتز لانه العبارة عن إيه؟ لحد تلاثة في واحد 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 أمية مرة واحداة مية نمبر افون مية واحدا وحدا ميةnio كدي قام شخصها في المنظر عندما كانت للكիًا Oracle Seattle بدأت أضعف كل واحدة فيهم ولو 3 عندما أصلياً أنا لا تستطيع أن تخ microbes لم أقوم بookministograph مأهما بأجب مزلوم اسمي أصحب الثلاثة، سأخذ الثلاثة بره، فهم الفكرة ايه؟ أكلنا خطاها عامل مشترك، لأنها يعتبر كانت مضروبة فيهم، الترمين دول اكوال مع بعضهم، فيه اكواليتي ما بينهم، فلما سحبت الثلاثة، اللي تفضل حبة وحايد، كم واحد؟ مئة واحد، مئة واحد جمع بعض، طب لما نأتي في الرقم اللي وراء، أربعة، 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 تك 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 تك، لحد أربعة، كم مرة؟ مئة مرة، والأربعة، يتفضل الواحد واحد واحد لحد مئة واحد مضروبين في بعض، هؤلاء هم مكان دول مئة واحد، ننزل تحت،، خمسة، خمسة، تك 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 تك، لحد مئة مرة، يساوي، خمسة، لحد مئة واحد، مضروبين في بعض، يمتع في ذلك فين، وصلنا لشيء مشترك بين الأرقام، لأنه التكرة لا يخصوص ولم يوجد شيء مشترك، عمر المالأرقام دي تكون متكررة من قبل بعضها في المنظر، وليسي لديك ببيتك، لديك روابط مشترك بينهم، إن كل الترمات، التلت ترمات فيهم وحيد متكررها مئة مرة طيب أكني الوحيد دي ترم متساوي ممكن نسميه مثلا وليكن نسمي ده X ويبقى ده برضه هو نفس الـ X لأنهما مئة واحد ودول مئة واحد برضه وسمي ده X يعني مئة واحد يبقى نقدر نقول إيه؟ نرجع بقى يبقى الترم التلتات الكثيرة دي ممكن نخطها 3X ممكن نرجع في المسألة الأصلية ونخط بدل دي نخط 3X ونخط بدل دي 4X جدتها منين الـ 4X انزل؟ أهي 4X فرضنا من الرقم ده كله بـ X للتسهيل بدل ما نقعد نكتبه كل شوية نسميه X وهنا هتبقى دي نشيله ونحط 5X معادلة تفق أو تعفت حلها؟ تقول لي ما أنا مش عارف قمية X برضو كبيرة أحسبها إزاي؟ أقول لك ما أنا عامل لك المسألة متصممة عشان تديك نتج محترم إزاي؟ 3X لكل تربيع بكم؟ بـ 9X² زائل 4X لكل تربيع بـ 16X² ناقص 5X لكل تربيع يعني 25X² طيب ما هو دول مع بعض يديك 25X² استصر وتسعب كمي؟ 25 ده 25X² ناقص 25X² بـ 0 فنتج المسألة 0 خدت بالك مسألة جامدة إزاي؟ الرجل المصمم لك المسألة مخصوص أنا اللي أقالفها على فكرة يعني المسائل زائد تكون موجودة في المراجع بشكل مختلف كده هو في المراجع اللي أنا أجيب منه كانت عامل خمس ثلاثات تربيع زائد أربعة أربعة أو خمس مرات تربيع ومديك اختيارات وفيه اختيار منهم خمس خمسات فأنا طورت في السؤال قلت إيه اللي خلينا نتزم بخمسة ديجيتس ونمكن نخليها مية ممكن أنا أحط سؤال بقى في انتحام فعلا وأخدك به أقول لك لا دول مش ميت خانة دول أو عامل لك كده هو خلينا ننزل تحت أقول لك دول مضروب مية خانة يعني أنا خسرت حاجة نفس المبدأ ما اختلفنا فاهم الفكرة نفس المبدأ وممكن أن أضع لك هنا تكعبات ممكن أن أضع لك هنا تكعبات وأضع داخل أرقام التكعيب الأول مثل التكعيب الثاني نقص التكعيب الثالث يدعك صفر ولكن أدور ساعتها على ثلاث أرقام تكعيب بقى يسلكوا معنا في هذا الحوار فاهم الفكرة وهكذا فعديك شفت المسألة اللطيفة مثل مسألة قوية جدا وسهلة في نفس الوقت وممكنك شفت عملها بقى الحزبة لو تنطط لأن الحزبة لا تستطيع أن تكتب هذه الخنات لأن الحزبة أخيرها 10 أصمية فأنت لا تستطيع أن تجلب الرقم أكبر من ذلك هذا الرقم كبير جدا جدا فاهم تتصور فاهم الفكرة فقط كده خلصنا وأتمنى لك التوفيق ولو حابب نكمل نوعيات من المسائل الثانية سأقوم بها سلسلة مخصوص ولكن أنا أعطيك تصبير كده فاهمك أن هناك مسائل بره اللي احنا أخذناه لسه هناك أنواع ثانية من المسائل يأتي لك ساعات في المسائل الأولمبياد تجد المسائل كده ومعقدة جدا أعقد من ذلك بكثير حرفياً ذلك فأنا أريد أن أقولك أن هناك شيئات في الداخل طويلة قوي ممكن إن شاء الله سأحلها لك في يوم الأيام فأنتقابل المسائل الجاية بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته